اشتركوا في القناة وعرضه في الاجتماع المقبل لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في الرياض حيث سيتم الاستفادة من هذا التقرير في الاعداد والتحضير لتمرين المقبل الذي ستصدفه احدى دول مجلس التعاون بعد عامين وخلال اجتماعه اشاد معالي الوزير بما حققه التمرين منوها الى ان هذا الانجاز الامني المتميز يمثل كل دول مجلس التعاون ونابع من الرؤية المباركة والتوجهات المخلصة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله وان هذا النجاح ما كان ليتحقق لو لا دعمهم ومساندتهم للاجهزة الامنية الامر الذي ساهم في ظهورها بصورة مشرفة خلال التمرين والذي جاء عملا امنيا مشتركا مبنيا على التنسيق والتعاون وتتويجا لمسيرة ممتدة من التعاون الامني وأشار معالي الوزير الى انه تشريف حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة القائد الاعلى حفظه الله ورعاه لختام فعاليات التمرين لهو محل الاعتزاز والتقدير لدى كافة القوات الامنية المشاركة وحافزا قويا لمواصلة مسيرة التعاون الامني وتعزيزها بهذه النوعية من التمارين الميدانية المشتركة والقائمة على دراسة متأنية لكافة المخاطر والتحديات الامنية والسبول الكفيلة بالتعامل معها بما ينعكس ايجابا على امن واستقرار شعوب دول مجلس التعاون الخليجي وأضف معالي الوزير ان موازرة ومتابعة اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس لكافة مراحل التمرين بمثابة عكاس لما يولنه من اهمية للتمرين وفرضياته الامنية التي تم تصميمها وتنفيذها بكفاءة عالية وجهزية متقدمة مما يؤكد قدرة القوات الامنية المشاركة على تنفيذ المهام المشتركة وفي موقع واحد ومضيها قدما في توحيد المفاهيم واجراءات العمل الامني وخلال الاجتماع أعرب معالي وزير الداخلية قائد التمرين عن شكره وتقديره للجهود التي قامت بها العليا وفرق العمل وكل من شارك في انجاح التمرين وما أبده أعضاؤها من إصرار وتعاون خلال كافة مراحل التمرين الذي كان بالأمس تخطيطا نظريا وأصبح اليوم ولله الحمد واقعا عمليا ميدانيا من جهتهم أعرب أعضاء الهيئة العليا للتمرين عن شكرهم وتقديرهم للجهود المخلصة التي قام بها وزير الداخلية قائد التمرين وتوجيهاتهم وامتبعته الدقيقة خلال مراحل التحضير والتخطيط والتنفيذ مما ساهم في انجاح هذا التمرين الحيوي وتحقيق الأهداف المرجوة منه ترجمة نانسي قنقر